انتلق موسم حصد الرمان بمحافظة أسيوت والذي يزين أشجار المحافظة بجماله ولونه الجذاب إضافة إلى جودته العالية ويستخدم الرمان أو ما يسمى بالياقوت الأحمر في الصناعة الطبية ومستحضرة التجميل ويعد من أهم وأبرز المحاصيل الاقتصادية التي تصدرها مصر للخارج بالفرح والسرور بدأ موسم الرمان الذي يزين أشجار محافظة أسيوت بجماله ولونه الجذاب الذي يطفي سحرا خاصا على جودته العالية الياقوت الأحمر يعد أحد أبرز المحاصيل الاقتصادية للمزارعين لكونه من المحاصيل التي تتميز بها المحافظة ويتم تصديره للخارج محافظ أسيوت هشام أبو النصر شهد بدء موسم حصادي وتصدير محصول الرمان بقرية بويت التابعة لمركز ساحل سليم وتفقد الأماكن المعدة لتجهيز المحصول للتصدير واستمع إلى عرض تفصيلي من أحد مصدري الرمان بنحتفل ببدء جاني الرمان وبداية موسم تصدير الرمان الجودة بتاعة الرمان الأسيوتي الحمد لله السنة دي أعلى درجة جودة موجودة ومطبقة لكافة المواصفات العالمية إخوانا المصدرين لولاد أسيوت الفلاحين اللي بدأوا يصدروا الآن لكل دول العالم عندنا زي ما حضرتكم شايفين رمان طالع لروسيا ورمان طالع لأمريكا ورمان طالع لألمانيا وكرواتيا والسعودية والعراق والكويت واليابان وكوريا الحمد لله دولة ما بتدورش حاليا على الرمان وما بتلاقيش أفضل من الرمان الأسيوتي اللي موجود محصول الرمان يتم جمعه من المزارعين عبر سيارات متخصصة ثم يتم وضعه في مراكز التجميع حيث عملية التنظيف ثم فرز الأحجام وفقا لطلب كل دولة مع وضعه في أقفاص وأماكن معدة للتصدير سواء للدول العربية أو الأوروبية أو جنوب أفريقيا أو روسيا أو ماليزيا أو كندا حيث يوفر موسم جمع محصول الرمان فرص عمل كبيرة للعمال وتشديع وتكريم لنا النهاردة يعني على تم استعداد أي دولة عايزة تفتح سواج للرمان نحن على دائم أتم الاستعداد عندنا رمان جودة عالية النفس بها أي دولة في العالم المواصفة بتاعتنا السكرات بتاعتنا المواصفات العالمية الحمد لله محافظ أسيوت وجه بحل كافة العقبات التي تواجه مصدري الرمان خاصة وأن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تألو جهدا نحو الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم تنفيذا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ترجمة نانسي قنقر